يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والنهاردة الأهلي عمل مباراة كبيرة ورائعة قدام مصر المقصة مصر المقصة بظروف واللي حضراتكم كلكم عارفينها السنة دي مش داخل الدورة بفريق تقيل ولكن بفريق من الشباب وفريق من اللاعبين اللي مالهمش رواتب كبيرة بس قادر مصر المقصة الموسم ده بصراحة يحقق نتائج معقولة جدا على دول الإمكانيات دي لكن النهاردة قدام النادي الأهلي ما قدرش يجاري النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة عمل مباراة كبيرة هدفين على التوالي الميكيسوني خلصوا على المباراة وبعدهم جم هدفين آخرين الفكرة شوفوا الأول الأهداف وتعالوا نتكلم شوية على ميكيسوني أول هدف هدف حلو قوي تصويبة من حسين الشحات وبعد كده ميكيسوني كمل الكرة في المربع بطريقة رائعة الهدف الثاني بقى ده هدف بلاي ستيشن لما تعمل اللوب كده في البلاي ستيشن هو ده اللي عمله ميكيسوني من زاوية صعبة جدا عمل جول عالمي عالمي من أحسن أهداف الدوري السنة دي والهدف الثالث جي أيضا بطريقة رائعة جدا عن طريق حسين الشحات هدف من الأهداف برضو الحلوة جدا حسين بيقول له فترة كتيرة جدا يمتقط كثيرا ولكن النهاردة رد على المشاككين وإن كان ميكيسوني رد أكتر الموهبة دي موهبة كبيرة جدا زياد طارق قبل ما أتكلم شوية على ميكيسوني عايز أكلمكم شوية على زياد طارق عشان زياد طارق ده ليه حكاية ليه حكاية أكلمكم على زياد طارق شوية عشان أحب المواهب الصغيرة وعنده 21 سنة زياد طارق من سنة كان موجود في الإسماعيلي معار من النادي الأهلي النادي الإسماعيلي ما شركش ما خلاش زياد طارق يشارك في أي مباراة عشان كان في نيته إن الأهلي يستغنى عنه بشكل مجاني ويقدر الإسماعيلي يشتريه نهائيا الأهلي استرجع زياد طارق عشان كان عارف ومتأكد إنه موهبة كبيرة زياد طارق من أربع سنين مع فرق الشباب للأسف جاء له أصابة بالرباط الصليبي قطع في الرباط الصليبي لما يجي لك أصابة قطع في الرباط الصليبي وانت لسه صغير دي أكيد هتأثر على مسيرتك بشكل كامل أكيد لكم إنه هيبقى موهبة كبيرة جدا بالمناسبة بيلقبوه زميله يعني بمسعود أزيل عشان هو بيحب مسعود أزيل جدا اللعب الألماني الكبير الحريف قوي المهاري الرائع هو بيلقبوه بمسعود أزيل أنا شايف إنه موهبة كبيرة جدا وأتوقع ليه نجاح باهر جدا مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية كان من نتاج كأس الرابط أنا عجبني أول موضوع كأس الرابط إذا طلع مجموعة لعبين قدرت بعض الأندية تعتمد عليهم في الفترات اللي بعد كده تحديدا كمان النادي الأهلي قدر يستفيد من أكتر من لعب وطلع الاثنين لعبين كمان ليه الاحتراف الخريجي فيه تشيك فمكاسب بالجملة من كأس الرابط ده زياد طارق ميكي سوني بقى حكاية طيب هل إحنا النهاردة نشيد بميكي سوني عشان جابه هدفين يعني هنبقى مثلا من الناس اللي هو إيه يجيب هدفين نقول عليه الله برافو عليه ما يجيبش أهداف وما يسجلش فنقول عليه لعيب سيء ومش كويس أنا شخصيا من الناس اللي عمري منطقت ميكي سوني أنا كنت أنطقت فقط بصراحة في قصة ميكي سوني بيتسو موسيماني أنا كنت بحس أن ميكي سوني مظلوم ليه بقى مظلوم؟ مرة يلعب جناح الشمال مرة يلعب جناح يمين مرة يلعب رقم عشرة مرة يلعب في 3-5-2 ناحية الشمال ما كان علي معلول يعني فتفاصيل ميكي سوني هو راجل ما خدش مكانه أولا ما لقبش في مكانه تاني حاجة ده لاعب بيتغير عليه مراكز كل مباراة كل مباراة يشارك فيها كل وقت صغير يشارك فيها فأنا بصراحة كنت ضد فكرة الانتقاد أو الهجوم المبالغ فيها على ميكي سوني عشان احنا أصلا ما شفناهوش بشكل حقيقي يعني فاللاعب عنده موهبة اللاعب عنده مهارة اللاعب عنده شخصية اللاعب ممكن يفيد النادي الأهلي والنهاردة عمل جواب لاعتماد النهاردة عند جميل النادي الأهلي هدفين حدوين قوي هدف برجله اليمين وهدف برجله الشمال يعني عنده مهارة القدمين تحرقاته جيدة استلامه للكرة رائع تسليمه للكرة رائع فأنا شايف انه مكسب كبير للنادي الأهلي النهاردة ميكي سوني ميكي سوني عمل أداء كبير جدا